كانت من أجمل أيام حياتي وصار فيه إخفاءات كثيرة عم نجلت حالنا فيه عودة قوية للمنظومة النيابة ممنى الطريق الوحيد للتغيير اختنقت؟ أنا وقتك عم فكر بالسؤال عم تحط إسبعك إسبعك على الجرح مباشرة ثلاث سنين مرقه على انتفاضة 17-20 ثلاث سنين مرقه على هيديك الليلة هي اللي نزل فيها الشعب اللبناني عالطريق يطالب بحقوق كرامة عدالة ووطن ومؤسسات يليقوا فيه وبحياته كثير بيسألوا شو عملت 17-20 وين 17-20 وين الناس؟ ليش مش بالشارع منطفته؟ ما هي الناس بالشارع بس مش مسكرة رقاط وعم تحرق دوليب الناس بالشارع عم تشحد تنكة بنزين وعلبة دواء وربطة خبز وتخت بمستشفى لحده مريض قبل 17-20 ما كان الوضع مثل الليرة لأنه بعد 17-20 صارت الليرة مثل الوضع بيّنت ع حقيقتها انفضحت الدولة ومؤسساتها انفضحت صناعتنا وتجارتنا وسياحتنا وقطاعاتنا كلنا سوا هل 17-20 هي كانت مسؤولة عن هاي الأزمة؟ أكيد هي مسؤولة بس مش مباشرة لأنه 17-20 خلت الدولة والزعمة يقاصصوا الشعب ما أتلونا متل ما باقي الأنظمة بغير دول أتلوا ناسهم بس نحنا أتلونا وتركونا ماشيين على الطريق عم نبرم على الحياة من قلة الموت 17-20 كانت ذكرى بس بعدها بالفعل بقلب كتير من الشباب والصبايا تابعوا حلقتنا على كافة مواقع التواصل الاجتماعي على يوتيوب، تيك توك، انستا وفيسبوك وفيكن تسمعونا بودكاست على سبوتيفاي وأنغاني بحلقتنا اليوم سنستضيف الدكتور ميشيل الدويهي النائب في البرلمان لبناني اللي ترشه عن لائحة شمالنا والناشطة السياسية والاجتماعية والبيئية الدكتورة سالي شمية اللي ترشحت وما فازت عن لائحة سهلنا والجبل أهلا وسهلا فيكم مرحبا دكتور ميشيل نيبنا بالبرلمان بعد ثلاث سنين وين 17-20؟ يعني 17-20 جوزاف هي لحظة تأسيسية بالتاريخ السياسي المعاصر بالبلد وبتصورة الناس لما نزلت على سورة 17-20 بعد ثلاث سنينيها الناس نزلوا كأفراد ومش كمجموعات وجماعات هذا جزء باللي لبك السلطة أنه كيف هاللبنانيين من كل المناطق من ساحات عكار لساحات سور وصوار النبطية والبقاء وإلى ما هونالك من رورهم بجبل لبنان طبعا وشمال؟ أنه كيف هول ينزلوا كأفراد؟ مو أحد أمحركوا وهيدي مشكلة إلى عمق وهيدي أهمية سورة 17-20 لنرجع نحكي هلأ وين صارت؟ أنه يلي بيدير السلطة بهالبلد إجمالاً بيحكي بالسياسة ويتعطى بالسياسة مع جماعات مع بلوكاد نحكي مع المسيحيين نحكي مع الدروس نحكي مع الشيعة مع السنة إلا ما هونالك بس هون اكتشفوا أنه نزلنا كلنا من كل الطوايق من كل المناطق لأن أقول يسالي واحد ما بق بدنا نكمل معكم بدنا تغيير بالأداء بدنا التغيير بالسلوك السياسي وبدنا وهون الأهم وهذا الشيء أنا بيرأي يلي ما كان معلن حتى نحنا يعني سالي وأنا وكلها الناس الوزلوك ما كنا كتير حاسين شو عم نعمل بمعنى نحنا كنا عم نطلب مشاركة بالسياسة من هون إجابة طالب بالسياسة إذا بتتذكروا أنه بدنا حكومة انتقالية مع صلاحية استثنائية وبدنا انتخابات مبكرة هذه مطالب سياسية مباشرة أنه نحنا بدنا ننتقل على محل تاني وعم نعرض عليهم حلول ديمقراطية من ضمن المتاح بيسمع فيها الدستور هذه كان ثورة رائعة وكانت ثورة الناس تعاطت معها بكتير عطف الناس أول شيء أول يومين ثلاثة برأيي أنا المتواضع كباحث كانت من أجمل أيام حياتي بكل الصحات وينما كان الناس نزل علت الصوت حكت الكلام يلي ما بينحكى الشباب والصبايا عبروا عن كيف يشوفوا البلد كيف يشوفوا طموحاتهم عبروا عن رغباتهم بالحياة الاجتماعية وبالحياة الجنسية وبالحياة السياسية وبالحياة الاقتصادية كيف يشوفوا البلد كيف يتمنوا البلد؟ وهذا الشيء يلي أنا برأيي أربك ما يسمى أحزاب 14 عزار وأحزاب 8 عزار بالمعنى أنه 17 عزار أنا دائما بقول فاة تتعاكل البيت فاة تتعاكل البيئات بين 8 و 14 بعضه في خطوط تماث ما حدا بقدر يفوت عند التاني دكتور سالي هذه الروحية بعدها موجودة ولا خلاص اختفت وصرت شيء منحكي عنه بالماضي أبدا أبدا بالعكس أنا بدي تزيد على ما قاله ميشيل أنه 17 عشرين ما كانت ثورة عسكرية هدفها إليها ما كانت ثورة عنفية 17 عشرين هي ثورة وعي بأفكارها العلمينية بأفكارها التقدمية بجمهورها العابر للطواقف كانت تغيير لمفاهيم كثيرة من أيام الحرب الأهلية والطائفية والمحاصصة والزبائنية التي تعودنا عليها هي ثورة وعي إذا بدك أعطت بعد جديد بالحياة السياسية في لبنان ما كنا نشاهده من قبل ما كنا نشهده من قبل يعني 17 عشرين حطت على الطاولة وبالخطة العريض مفاهيم دولة القانون العدلة الاجتماعية المساوات بين الحقوق والواجبات بين كل المواطنين اللي هيدول هني أسس إذا بدك أو أبسط مقومات الديمقراطية اللي نحن ما كنا معودين عليهم فاليوم هيدا العبور للطواقف ولا المناطق ولا الأحزاب مثل ما عم بيقول ميشيل يعني فاتت على كل بيت على مدى الأراضي اللبنانية اليوم في ناس مؤيدة لهيدا المبادئ العام اللي عم نحكي فيها دكتور ميشيل تعتبر حالك أنت نتيجة من نتيج 17 عشرين الإيجابية؟ بيعتبر أنه كل اللويح اللي نزلت على الانتخابات بكل تقريبا بالخمسة عشر ديرا كانت نتيجة لهاللحظة السياسية هلا كمان واحد يكون منصف يكون عادر يكون صادق ويقول أنه صار فيه إخفاءات كتيره صار فيه أخطاء كتيره إن كان بالتكتيك ولا بستراتيجيا من هيدا اليوم لحديث اليوم اللي عم نحكي فيه عن مسجل الحلقة واليوم بهالإطار اليوم مبارح من يومين طلعت انتخابات الأل اي او جبيل وبيروت في عوضة قوية لأحزاب المنظومة وهيدا شي ملفت لأنه إتكال 17 عشرين والجو السياسي والمناخ السياسي بتحرك حواليا هو يتكل على الطلاب وعجلسيون جديدة يلي هي كان جزء من أحدا مثلي يقدر يربح بقضاء صغرتها بالديرة بالديرة طبعا أنا ويك جوزار إذا هذا الجيل رجع كم شوتوا هيدا الأحزاب يعني احنا فشلنا في مكان ماذا حدث بالقليون؟ القليون ربح بالقليون جبال ربحة القوات عشر من خمسة عشر وبالقليون جبال وبيروت عفوا ربحوا الصناع يعني شو حدث بالخزارة؟ هناك عودة قوية للمنظومة وحبت يعترف فيها بغياب سردية من جهتنا نحنا كلنا مش بس النواب هذا الجو الإكو سيستم تبع الثورة وطبع اللوايح يليل فيه سردية غائبة اليوم ما عم نقدر نتصدى لأنه كمان الإعلام موجهة لأنه الناس في مكان ما بيها الانهيار عم ترجع لإنتمئات الأولية بإنسوي أبرتناص بالمال أنه الطايف بتحمي أنه الزعيم بيحمي أنه المنطقة بتحمي ترجع الناس لمحلات دايقة فيما سبعة عشر شرين ما كنت عم تقول سهل نحنا أفراد مواطنين حقوق وجبة متساويين نحنا مقصرين فيه سردية ما عم نقدر نكمشها وما عم نرحم بعض كمان فيه مكانين ما نحن الإكو سيستم عم نزلت حالي عم فيه جلد كبير فيه أنا ما عم أقول أنه 13 لابنه هلا بنا نحكي فيهن هني عم يخطئوا بالسياسي طبعا وانا بعترف وانا كيكون أنا منهم يعني بس أنه فيه مكان ما عم يكون فيه رحمة بيزل هيدا الجلد اللي عم تحكي عنه المنظومة عم تتقدم وهيدا اللي يسموه الثورة المضادة يعني الأنظمة مثل عظمتنا جوزاف فيه مشروع الثورة وفيه ثورة المضادة وثورة المضادة بتاخد أوجه كثيرة مش بس الشباب والصبايا اللي نزلوا على الرنك ضدنا إن شباب مكانوا صبايا اللي يخبطوا الثورة لأنه فيه ناس باللبنان اعتبروا من اللحظة الأولى إنه الثورة أخطر شي عليهم صدوا لها ضغري بعد ثلاثة أربعة أيام ووقت أولو نحن عنا وصفرات ومصفرات وإلى ما هو مالك هيك بهالمعنى بهذا الجو وغياب السردية والإمكانيات الضعيفة للجو السياسي طبعا بتحس إنه فيه كمباك بهالمعنى وسريعا لازم نتصل الانتخابات الأيوبين وانتخابات اليسوعية لنشوف هالكومباك بالسياسي عند الطلاب لأنه مؤشر حقيقي مؤشر حقيقي إحنا منتخابات سالي وأنا بنعرف وإنت بتعرف إنه فيرستايم فوتر داما 21 كان قلبهم وروحهم ووقتهم مع الثورة ومع لويح المعارضة الحقيقية إذا هول الشباب والصبايا رجعوا راحوا عند الأحزاب في عنا مشكلة كتير كبيرة وهون المعالجة لازم تبلش عبكير قبل ما تكبر هذه المشكلة لأنه هول الشباب هن أمل لبنان إذا رجعوا على محلات الكوكوة تبعهم برأي المنظومة بتكون ربحة وليزم نمنعها الشيء دكتورة سالي ترشحت مربحتة ليش كملت بالسياسة وبالشغل الإنمائي الاجتماعي وهذا النشاط على الأرض؟ لأنه اليوم اللي عنده نفس تغييري واللي مش عاجبه الوضع واللي بده عن جد يغير نيابة منا الطريق الوحيد للتغيير كلنا فينا نغير ببقتنا بشغلنا بمجتمعنا بعيالنا فبالعكس يمكن النائب اليوم طريقه محدودة أو دايقة كونه نائب البرلمان دوره تشريعي البقاية نحن اللي برنا كله عنا دور نلعبه وما لازم نتقاعص بهيدا المطرح بالعكس يمكن افاكت شينج انيوير اند افريوير طب شو عم تعمله تنحارب اللي كان عم بيقوله دكتور ميشيل بهيدا الموضوع؟ الفكرة اليوم انه سبتعاش تشرين منه حزب ولا بحياته بتصير حزب سبتعاش تشرين هي حالة اعتراض اعتراض من ناشطين من مجموعات من افراد اعتراض على واقع الحياة اللي كنا عم نعيشه على الواقع السياسة اللي ما كنا راضين عنه فاليوم المطلوب من هيدا المجموعات والناشطين انه ينتظموا تحت المبادئ العامة اللي كلنا متفقين عليها بإطار مريح اذا بدك لجمهور سبتعاش تشرين يقدر يرجع يجذب يلملم وهيدا اكيد شي ما بيناسب السلطة وما بيناسب المنظومة يعني بالعكس هن عم بيحاولوا يخترقوا هيدا الشي ويمنعوا هيدا الشي بكتير مطارح فاليوم اكيد وخاصة وهيدا الحديث كان موجود من قبل الانتخابات وهلأ صار محطوط اكتر على الطاولة ينوضع اطار لها المجموعات بنوع من اللامركزية كلمين بمنطقته كلمين بادارته وليك يكون فيه رؤية او مبادئ واحدة تجمع الكل هل فيه توجه الى سهلنا والجبل وشمالنا وبكل المناطق انه صير فيه توحيد لها المعارضات فيه مبادرات عم بتصير وبهيدا الموضوع ايه شي جده لازم ما بيحمل الوضع غير هيك دكتور ميشيل بدك تعذرني على السؤال اللي راح اطرحه عليك بس اختنقت انا وقتكت عم فكر بالسؤال انه ببلدي يلي العسكري صار بدو يشتغل شغلتان والدركة بدو يشتغل شغلتان واستاذ المدرسة وحيالله موظف حتى النايب بدو يشتغل شغلتان حضرتك دكتور محاضر بالجامعة الامريكية وبتخاف راح اقولها وبتخاف تخسر وظيفتك لانك مش ورتان عن بيك او عن جدك ولا هربت اموالك وبتاكل انت وعائلتك مش من مجلس النواب من وظيفتك بالجامعة تخبرنا عن هذه التجربة اللي غريبة جديدة وبتشجع بتشجعنا نحن على اللي جايد يعني هذا اللي عم تحط اصبعك اصبعك على الجرح مباشرة جوزيت بمعنى انه نحن ناس ترشحنا على وايح السبعة عشر من مناطقنا والمعارضة نحن ناس مثل الناس نحن ناس مثل الناس عادية انا طبعا مع الانهيار صار صرف والليرة صار معاش النايب ماشي ونحن عنا مسئوليات وعنا أولاد وعنا بدنا نعيش يعني الحد القادمة بكرمتنا بها البلد فبالتالي يعني انا ما بقدر كون غير انو عم مكمل شغط ما بقدر لانو هذا الشي مردود اضافة لحياتي بالشهر اضافتنا لذلك جوزيت لانو انا مش ورطان ولانو مش انا ابن عائلة سياسية ولانو انا مش اقطاع ولانو انا مش حزب بالمعنى الحزب التقليدي اللبناني بتخرص النيابة انا بديجي عشر من انا مني هون لابقى ليوم بقيامي انا مني جاي ورد مني جاي اعمل ديلاستيب وليتيك انا جاي بديجي عشر بديجي على استجامعة وباحث وبالتالي من جهة مردود من جهة هيدا عملة من جهة اكتر منها بمعنو عم نحكي مباشرة صراحة سألوني كتير انو كيف بتلحق صعب كتير يعني التلميذي بيعرفوا انو عم بركض ركض كلوقت امرأة بيكون في جلسات عم بقدر ما عم بيجي على الصف بس اخر شي و بديقلون ياها اياخر السمستر بديقلون انو انهنة وفعلا اكت بحس بشوفهم برتاح لانو انا بكون جاي من جلسة نواب مع ناس خاصمناهم بالطرقات عنا موقف كتير واضح منهم من موضوع السلاح لموضوع معالجتنا الاقتصاد هل قدل من روحة كبيرة كلهم الثلاثية تعاطي معهم قعد معهم عزيزيزي ويكون ناضي بالسياسة ويعرف مسئوليته كنايب منتخب في اناس عطوه ثقه ارسلو له البرلمنت للأسف تسعة وعربعين من الميه فقط من اللبنانيين راحوا انتخبوا انكابل اختلاب ولا هون ومية وخمساشر نايب ما بيشبهونا وبالتالي انا نحنا قعدين بمحالتها تلاتعش لو يكون صادق ومنصب مع أغلبية نيبية احنا احنا متخصمنا معها وانت بتعرف اذا بدايرتنا فتنا ضدهم بالانتخابات على الكسر مثل ما بيقولوا فبالتالي بطلع من هالجاو بروح شوفها تلميزها الشباب والصبايا بيخد نفس بيخد روح برجع هيك بشرج بالطريات اذا جاز بتعبير لقدر كمل لانه معهم حيات احلى واسئلتهم ترجع تعطيني انرجي وفكرة انه عم نتعطى وخصوه انا بعلم عنهم سياسية فبالتالي ما انا مادة جامدة لأسئلة اللي بتروح وبترجع الافق اللي منفتحه سوا هايدي الاهمية انه كمان بها المعنى ما اترك وظيفتي لانه كمان في شي على نفول بسيكولوجيا مهم بالنسبة ليقدر كملها لاربع سنين ساليب راحت الانتخابات النيابية وبعض بيعتبر نتيجة منيحة وبعض بيعتبرها مخيبة للأمات تنحط الماضي ورانا جايين على انتخابات بلدية وانتخابات اختيارية في تحضيرات لخوض هذه الانتخابات بجدية قبل ما تحبت الماضي وراك نتيجة الانتخابات ما كانت مخيبة ابدا اليوم بحركة 17-20 اليوم لما بتقدر اتمثل هالكم الهائل من الناس وهالشريحة الكبيرة من المجتمع تتمثل ب13 نايب كنية عن 10% من المجلس النيابي اليوم في احزاب موجودة بالسلطة وإلى تاريخها وإلى سنين بلبنان ما عندها 13 نايب برجع بقلك هيدول 13 نايب منهم حزب ولكن متفقين على مبادئ معينة في تباين للأفكار بينتهم أكيد كلمين جاي من خلفية كلمين جاي من منطقة فأبدا هيدا ما كان فشل بالعكس هيدا كانت ترجبة بقطر ديمقراطية ونكمل لقدام بعد مصر لنا بتشوفيون بلوك واحد بلوك واحد بمعنى بمثله إذا بدك شي أنا بطمح لإله ما عم شوفه بأداء باقي السياسيين بلبنان ما عم نشوفه يعني كحل مش عمو مش راضي كتير يعني متل ما عم نقول فيه أخطاء هيدول الأشخاص انتخبوا مبارح ما عندهم تاريخ سياسي فيتين على على وكر فيتين على مافيات ما عندهم الأحزاب اللي بتدعمهم بكادريتها بقطرها بتنظيمها بتاريخها بعدا مبلش التجربة يعني لاتعرفوا عبعد وقعدوا عزيزة الطاولة ما كلمين من المنطقة طيب للمستقبل الانتخابات البلدية والاختيارية قديا جدية الشغل عليها يعني بتمنى بتمنى اليوم بالقطر الديمقراطية المزبوطة لما منحكي نحن بالله المركزية الإدارية على نطاق الدوائر الصغرى هي فكرة البلدية إدارة شؤون وأمور البلدة ما لازم تدخل فيها السياسة عم نحكي أمور إنمائية عم نحكي أمور اجتماعية كهرباء مي زبالة طريق أمور البلدة ما مفروض تكون فيها داخل السياسة بهالعمق ولكن ولكن نحن بالله لا أكيد لا أكيد لا نحن الطرح اللي عم نطرحه من منطق ديمقراطي من المبادئ اللي عم نحكي فيها رح يكون في وجود رح يكون في يعني إحنا كمان عم نطالب بشباب وصوايا بتمثيل جندرة بفئة عمرية مش لصغير فيهم يكون عمره 85 سنة ووضعنا ما بيسمح غير هيك بدنا شباب وصوايا تفلح فلاحة تفلح فلاحة يعني أنا من رشاية الوادي في بلدات ما فيها لا كهرباء دولة ولا مطار يعني إذا منك ما قدر وفي نسوين عبتبيع ذهبيتها لتقدر تركب لوح طاقة شمسية والليه دا ما تدرس على العتمة اليوم إنت إذا منك قدر تقعد على العتمة ما عندك برادة تحط فيه شقفة جبن لأوليدا مش مقبول عصيرة الكهرباء دكتور ميشيل ليه ما مشات نعمل قديشة عم نسأل الأسئلة كل وقت وهذا بيرجع على موضوع أحكي موضوع البلديات أنه عم تكون كبيرة لأنه انهيار كبير طيب بالتالي عم نسأل أسئلة وكأنه احنا صلنا بلسطة تلتين سنة وأنا بفهم هالشي كم مواطن وكباحة يسألونا عن الكهرباء عن الماء عن الانفرستركتور عن الوديع بالبنوك وأنا بجربة أنه أنا مثلكم كمان طاير لي وديع معه وأنا مواطن عم بحط معه شكين وراح كله مثل ما هو فهذا الشي هذا الشي بيجعل أنه هو للتبتاشر نايد طبعا لقلت وصالي كتير دقيق بمعنى أنه نحنا منا حزب نكون كتلة ونحنا كمان قد لا نكون تكتل يعني لأنه التكتل أوكي بيدير به نحنا أقرب للليقاء تشاوري بمعنى أنه في إدارة لهيدا الموضوع يلي أوكي بتجمعنا السورة وسبعة عشر بس بالاتصال مش كل الناس بتشوف ذات الشي بالموضوع السيادة موضوع الحياد إلى ما هونينك موضوع حادة وأساسية اليوم لأنقاض لبنان التلتعاش عم يتفقوا على بعض الأشياء وما عم يتفقوا على بعض الأشياء وهيدا الشي هون الخطورة برأيه هذا الشي عم يؤدي لتسويات معين ببعض الاستحقات الجيه وهذا الشي عم يضعي في التلتعاش مع مئويون لأن نحنا خدنا الانتخابات بمواقف سياسية كتير واضحة وضد فكرة التسويات على البناني ونحنا يعني ما نصير كبين أنه هذا الشي هذا السلوك فات لأنه على التلتعاش تسويات لأنه الناس دايما خليكم مع بعض بدنا إياكم عايزيكم وهيدا الشي في شق العاطفي منه بس آخر شي بالشق السياسي لابد من تصور آخر بنبقى بنحكي فيها بعد شوية بموضوع الانتخابات البلدية واختيارية جوزيف أنا برأيه أهم الانتخابات النيابية أول شي البلديات على التلتعاش مباشر مع الناس وفي حقيقة بدنا نشتغلها من هلأ يعني أقبال من شباب وصبايا عندهم أفكار رائعة إنمائية لبلدتها فيما يخصي أنا بعرف أنه بي صغرتها وقضاء صغرتها بدنا نخوض الانتخابات البلدية مع مشروع كامل متكامل خارج الحسابات العائلية الداية تحت راية شمالنا ولا راح تكون مستقلة بس صغرتويا على صغرتويا راح تكون على أرجح بتاحت اسم حركة أسوس أوكي مثل ما الأصدقاء أصدقائك وأصدقائي ببشرة راح يخدوها بممكن تحت أنوان آخر وإذا الشيبي أميون وإلى ما هنالك والمدينة البترون أنا جرائي لازم نخوضها بكل البلدات وتحديدا المدن الكبيرة أنا جرائي قادرين نربح وعمكون كتير دقيق بيكلامي قادرين نربح مدينة بيروت بلديا إذا اشتغلناها مظبوط ومدينة ترابوس وثلاثة أربع بلدات كبارنا موزجيين قادرين نربحهم بس هدا بدو نضوش بالسياسة بدو شغل عبكيه وبدو بروغرام واضح لزت سبعة عشر شيء المستورة إنو رجعت أنا بقول أسترجاع السياسة بالبراكتس بالممارسة بمعنى إحترام الناخب ومشاريع أنا بالانتخابات رايح زي ثلاثة أربع أهاوية ضيعة والقضاء والسحات وعطب الطرقات هاي دي اللي بدنا نرجع نستعيدها وبالبلدية لأنه يا جوزيف أنت بتعرف رئيس البلدية عموما بها البلد عنده وظيفة بالمكانة الزبائنية طبع الزعيم أو طبع الحزب بدنا نفك هالشي بدنا ننوقف إنو البلدية تكون مركز التنفيعات حزبة عائلة عشائرية طائفة بدنا البلدية تنتج أفكار تنتج حلول بيئية واقتصادية وتشجع الشباب والصبايا وهذا مش شعر تبقى بالبلدة وتبقى بالمنطقة لأنه فيه كتير تالنت هيدا بلد هيدا بلد محشو بالطاقات الحلوية بوريدو تالانف لو أقوله بالفرنسي لازم نحن نعرف نحيط هالشي ونشجع الشباب والصبايا تلعين تخبر بس هذا الشي يجب أن نسرعه لأنه مثل ما قلت لك فيه مؤشرات مقلقة بانتخابات الجامعات لأنه بسمح لحال يقول هون وعم بعمل دراسة تقريبا خلصة عن السلوك السياسي لطلاب الجامعين في لبنان خلصت النتيج والنتيج هلا عم باش نحلونا هيطلعوا بدراسة اللي صار من يومين مقلق بالنسبة له فمشين هيك قلت لك ننطر بعد كم جامعة إذا المشهد هيك في عنا إعادة تفكير بكتير إشي بنا نعملها لأنه مفهوطة عن انتخابات البلدية خسرانين إذا ما أعرفت من قطنا مزاج معين بالسياسي جزء من الوعي اللي عم نحكي عنه أنه اليوم الانتخابات البلدية نخوضة بناء على برامج واضحة طبعا مش بناء على أشخاص وأحزاب وخلفيات سياسية شو برنامجك أنت للبلدة كشخص أو كمجموعة بغض النظر من الرئيس ومن الأعضاء وبالنسبة للنواب اللي كنا عم نحكي يعني اليوم السؤال دايما أنه شو عملوا؟ قالوا أربع خمسة شهر شو عملوا؟ مش مطلوب منهم يعملوا هن سلطة تشريعية وليست سلطة تنفيذية ما عندهم لا القدرة ولا الحق أنهم يعملوا اليوم بالمجلس النيابي لازم يكون عندهم وزير بالحكومة اللي معقول تولد؟ أنا معقول يكون عندهم وزير ولكن اليوم 13 نياب بمجلس الدواب دورهم تشريعي ودورهم رقابي مهم كثير أنه اليوم يعني يقدوا تجربة جديدة مش متعودين عليها نحنا اليوم يفضحوا شو عم بصير داخل المجلس من تعديات من خروقات من صفقات تحت الطاولة بتحس المطرح صاروا كأنهم بانشينج باج يعني بس بدنا نفش خلقنا ونحن عم نشلط حالنا نحنا جامعة 17 نشريين عم نشلط حالنا ويقار بيينك تو هاردن أورسلبس هيدا الوقت تنتكتف أنا رح زقسك شوية هلأ بسؤال بديك تهجم عليهم بدي رح لمطرح مهم كثير وعم بيأخذ كثير دجة هو الانتخابات الرئاسية وعم نشوف قداش أنتو فايتين بمعركة ضد ميشيل معوض والناس صارت تسأل ميشيل معوض بغض النظر أحسن من رئيس يكون ناي أو رئيس يكون محسوب على الفريق الثاني اللي هو الممانعة ما يطلق عليه الممانعة ليش هلأدى رافضين ميشيل معوض اللي هو ممكن بكتير مطارح بيتلاقى هويكم بالأفكار السياسية عم تسأل السؤال صغر تاوي يحكي عن صغر تاوي والمرشح التاني كم سماء فرنجية لك صراحة طبعا مجددا وتكرارا ما في شي بالشخصي لا مع ميشيل معوض ولا مع سامير رجي طبعا وهني بيعافوا الشيل كلنا بنعرف على الشيء بالسياسة عم نحن نحن اطلقنا مبادرة من شهر وشوي وانا كنقل لي الشرف انه صيغة لتقول التالي انه اول شي استحقق من هلنوع غائب كان بوقتها عن اي حديث لانه نحن كنا فتنا بالمهلة تعرف المادة 73 من الدستور قبل بشهرين ما حدا فتحت امه كله تحت الكواليس كله بتوشهوش نطلين سفارة من هون او دولة من هون او حدا سمع احنا قلنا نتفضل ترشح وانا احنا كتغييريين جايين من 17 عشرين نشوف هال مواصفية الرئيس بالموضوع السيادي هاي بالموضوع اللي قطل من العربية والخارجية هيك بالموضوع خطة التعافي والاقتصاد نشوفها هاي كنا مباشرين ومحددين بالموضوع المصارف وتحميل مجلس ادارتها جزء كبير من تحديد الخسائر بدنا نكون واضحين مع الناس لان احنا ب 17 عشرين كنا جدا واضحين طيب هادا شي بيخلي ان احنا كنا فتشنا على وقت بلشنا نفتش على رئيس ممكن خارج الاستفافات الضيئة ليه عاملوني بذلك لانه وهدا الشي هلا تكرني ببعض اذا جابلك تفوت فيه بس موضوع النصاب 86 بعدين 65 بالدورة التانية الى ما هونالك كنا عارفين انه راحين على كباش كبير بالبرد وقلنا انه ما بدنا كباش بالبرد لان ممكن هادا بلد من بلد هالقد وضع صعب الانهيار ممكن نجيب معه فلتين امنين مدروا الاحزاب تكون وراء الناس تفلت على الطرقات لان ما بقوا معتاكم وهدا احد الاحتمالات اذا فتنا بالفراغ وطولنا فقلنا انه لابد من انتقاط النفس لابد من انتقاط فكرة انه استعادة السياسة واستعادة الدولة اللبنانية والجمهورية انه نحنا نفض الرئيس هيك هيك موصفيته الزميل ميشيل معوض هو مرشح فريق بالبلد ما بنخفي نحنا اول شي مشيل معوض بالدالة نحنا كنا فيها عام اللايحة كنت بتعرف جزيف الوات اللبنانية عاملين اللايحة وشمال ما كانت اللايحة اذا كان في شي بوان ومقمان بين الاثنين هو موضوع السيادي وحصرية السلاح بيد الدولي وجيش اللبناني كنا كتير واضحين فيها وانت بتعرف هالشي بس بموضوع تاني ما كنا على تميس مباشرة فبالتالي كل واحد عمل ليحته ونزلنا على الانتخابات وعينا معهم فطبيعي انه ما نقيد بالسياسة مرشح على هذا الفريق هذا ما بيننا انه ممكن نتلاقي على هالنقطة ونقطة بس نحنا منفض لانه منع الاستفافات ومنعا وهون الخطورة وهذه بالسياسة جزيف مباشرة المنظومة زكية لدرجة انه قادرة قادرة تحولت موضوع الرئاسة وهون الخطورة لأربعة عشر وثناني مجدد وثلاثة عشر مثل ما انت عم تقوله انه اذا ما رحنا لهون عملا امريكان واذا ما رحنا هون حصان ترواض عند حزب الله عم اولى مباشرة وهذا شي مرفوض وممنوع بنا نصدقه نحنا ما حدا قدنا سيادي وما حدا قدنا مكوامي فبس مزيدات على اليمين وعليسار علينا بهذا الموضوع عنده وظيفة تدمير هالتجربة تدمير سويلة 17-20 ونحنا ما عمل نساعد حالنا لانتاج رواية وسردية جديدة تجاعة تقوينا بالسياسة ومجدد انتخابات الجامعات مؤشر مقلب هون الشغل لازم يروح كيف نستعيد المبادرة بالسياسة اكبر من رئيس جمهورية على اهميتها نرجع نطلع الناس بطريق انه لايكوا شو عام يعملوا في خبرية تالتي لازم تنقال بالبلد واللي بيربح السردية يا جوزيف بالسياسة بيربح بالسياسة ونحنا مقاطشينا جوانحنا ذا جاهزة التعبير ضدنا بشدوا عصب ضدنا مصارف ضدنا الجهاز الامنية ضدنا السياسيين ضدنا قد ما يختلفوا كله ضدنا هذه تجربة وهون بقول انه شوف كيف يتلعوا فينا بالمجلس وكيف يشوفونا كأنه نزلين من الفضل او انه دينايل تجاهلتين او انه مخاصمة مباشرة ما عارفين كيف عم تعاطوا مع الحال ما معودين عليها في ناس بيقولوا مش ما بدنا منكون شي كبشوا بالكرسي زادة التعبير واجهون ما تشرعوا ما تعملوا شي بس قولونه ان احنا هون بس نحنا كمان ما منقدر لانا عوشي عاملين بروغرامات بعد انه مثل ما قالت نحنا مشارعين ومراكبين بدنا نكون امبليكين مباشرة بالعمل وظيفة الناب الحقيقية بس انا قلتها بالحملة برجع بقولها هول 13 مطلوب منه ندور سياسة اكتر من تشريع ورقابل لانه مرحلة اذا بدك عم تغلب السياسة بدنا نكون هايدي السردين طلع عن مجددا رح رايحكن شوي نحنا عنا مقابلة مع سالي حافظ الناشطة تمان من 17 تشريع رح نروح نشوف المقابلة وبنرجع منكمل نحن وياكم جل بكل سرور سالي حافظ بالذكرة الثالثة لانتفاضة 17 تشريع هل اليوم بتعتبر انه الانتفاض انتهت او بعدها مستمرة انا بالنسبة لقليل الثورة هي مش بس تظاهرات وشغل على الارض ثورة كمان هي ثورة وعي انه نحنا نكون كمان عم نشتغل على التوعية للناس على كل انسان يبلش تثورته من نفسه من بيته من بيئته وبهيدا الوقت طبعا الثورة ساعتها بعمره ما بتنتهي وبالنهاية الثورة هي فكرة والفكرة بحياتها ما بتموت هل اقتحامك للمصرف هو استكمالي لانتفاضة 17 تشريع أو مجرد عروض وظهور على الاعلان؟ لا لا لخبرك شغلي انا وقت فت على البانك كنت يعني الاشخاص اللي فاتوا معي قلنا ممنوع التصوير بقلب البانك ممنوع يعني ما بعرف فجأة كيف صار زهر كاميرا وصار فيه تصوير بتعرف انه هاي الامور نحنا ما فينا نسيطر عليها انا وصلت لمرحلة اذا بدي ضل بس اتظاهر وطالب سلميا وقول بدي وانا مكتوفة الايدي وشايف اختي عم بتدوب قدامي عيوني فانا ما بستاهل لقى الثورجية او بنت من الثورة هل بتعتبر انه تجربتك حفزت المودعين انه يجعوا يقتحموا المصارف وياخدوا الاموال طبعا بنفس الطريقة؟ اه في ناس اتشجعت بس شافت بنت طولها متر وستين عيونها خضر يمكن شوي ناعمة فايتها على بانك بمسدس بلاستيكي اخدت رهائن وجبرت جبرتهم غصبا عنهم يعطوها مصرياتا هل راح نشوف اقتحام تاني بالايام المقبلة؟ انا قلت قدلت قدام القاضي وقلت بالمحكمة وقلت على الاعلام بعد عندي وزيعة عندكن ردوا لي اياها بالكلمة الحلوة بالتي هي احسن بلا ما نزعل اتنينا اه اللي بيحكي ما بيفعل وانا بس بفعل نرجعنا لكم من بعد التقرير وبدنا نستقبل معنا بلال غازية بلالهو متدرب بالبرنامج الاعلامي لمنظم الـ TRI ورح يكون موجود هلأ ويكون الاسئلة باسم شباب وصبايا لبنان اللي هن كانوا اكتر الناشطين بـ 17-20 ومعندوا مجموعة من الاسئلة الله يستركون فضل بلال مرحبا بلال مرحبا شفاك طرميشيل فعلي نعطيك العفوة جوزيف اوتي انا اليوم عم حواركم كصحافة كخريج اعلام من جامعة لبنانية وكشاب لبناني عمري 21 سنة عيش الازمة بالبلد مثلي مثل باقي الشباب انا متخرج جديد شهدتي بعدها بأيدي حامي عمفكر يا بضلي هون بالبلد يا اما بهاجر مثل ما كتير من الشباب عم بهاجروا اليوم مشال دوية كاناي بتغيير رشحتك 17-20 شو هي المشاريع اللي عم تشتغلوا عليها رح نشوفه على قرض الرواقع ورح نحكي انه عن جد انتفاضة 17-20 عملت شي خليني ابقى بهذا البلد استثمر شهدتي هون يعني عم تحكي بموضوع هو جزء متعلي بالوضع السياسي بمعنى انه صار الانهيار كان فيه هجرة عم تبلش يعني قبل 17-20 الناس عم تفضل بوطيرة متوسطة طبعا بعث 17-20 عم كبير ولي صار بي كافد وكورونا كبرت طبعا زغر الاقتصاد بس يزغر الاقتصاد بيصير فيه مبقى فيه فراص عم ت انا هذيك مرة بلال كنت كنت تعبان ومزعوج جيت بتدقل أصحاب الطفولة انه نعملنا قاعدة لانه عمر واحد يجب يطلع من جو السياسي وجو الناس بيشتغلوا معه بالسياسي بل واحد منهم بالربنان وبالتالي حسيت انه شو هيدا بس بنسى بالسياسي بتنسى انه مين هون مما هون بس اللي عم تقوله هو للأسف ما في حلول سريعة ولي بيقول غير هاك بيكون عم يكون ما عم يقول الحقيقة للبنانيين مشين هاك ان احنا اعتبرنا بلال موضوع الرئاسي مربوط موضوع الاقتصاد اذا منهد النزيف اذا منجع مستعيد الثقة بيجع مصاري على لبنان من خلال بعض اصلاحات الطلبة صندوق النقل من هون تريدنا نفتح فرص عمل للشباب ليبقوا نحنا هون طلقت الكهرباء بعد نص ساعة ما نصير لحنا نوقع في تصوير بمجلس النيابة يا بلال ما في اي سي سمك الغابرة هيك على مجلس النواب ما في امن ما في شي البلد انهار تماما فبالتالي بهيك جو صعب واحد يقول للبناني ابقى وتعذب مثل ما كانوا الشباب متقاملين بس انه ما هي الفكرة انه ما في حلول سريعة ما في حلول سريعة بلد تم تدميره وتدمير الدولة اللبنانية والجامعة اللبنانية وانت بتعرف تدمير الجامعة اللبنانية ممنهج بطريقة ممنهجة تفضت تفضت صارت سلسل الدولة اللبنانية هيكل عظمي اكلوا اللحمة اكلوا كل شي فيها ودخوا المحاسيب والازنام صار في سرقة صار في نهب صار في محسوبيات وبالتالي صعب كتير بثلاثة اربعة شهر وقدر يدع صليح بس اللي نقدر نعمله نحن نعمله بلال هو انه نخلي الجيلك انه يحس انه فيه امل بها البلد بس لا يقدر ما بنا ناكل ونعيش بعضنا عم يسألنا جوزافة انا بشتغل شغلة تانية حد النيابة لانه منا قادرين منا قادرين لاحق فكيف عن جيلكون مربوطة بالسياسة بلال اذا منحلها وموضوع الرئيس الجمهورية بهالمعنى والصحات الصندوق ناد ممكن تكون فرصة يجعي يتنفس البلد مش هناك نحن مراهنين على يكتر شاء الله دكتور سعلي حضرك حضرتك كنت مرشح على الانتخابات براشاية لكن للأسف ما قدرت تحصلي على المقعد النيابة شو عم تعمل الى راشاية بالتحديد اليوم لك التجربة الانتخابية على صعيد شخصي اذا بدك كانت كتير حلوة بالنسبة للي لانه رجعتنا على قلب راشاية يعني تعرف بلال بالانتخابات بتزور العالم باللقاءات ببيوتها فكان شي كتير حلو انه تعرفت على كتير ناس يمكن ما كان بصر لي اتواجد معهم بغير ظروف بس بذات الوقت يعني شفنا بمختلف ضيعة راشاية مركز قضاء بضبط 28 ضيعة شفنا قدي في تعثير قدي في فقر قدي في وجع قدي في حاجة هل عندك مبادرات على الارض عم تقوم فيها اليوم يعني انطلاعا من هيدا الشي اذا بدك اليوم نحنا بصدد تأسيس مؤسسة مدنية اسمها راشاية القلب اللي رح يكون شغلة على الارض متل ما كنا عم نقول يعني اليوم اللي عنده توجه للتغيير وتوجه للعمل بيقدر يشتغل بأكتر من نطاق ومدرور يكون سياسة أو نيابة أو برلمانة فاليوم مؤسسة راشاية القلب عم بتحضر لمشروع سياحة مستدامة بمنطقة راشاية مثل ما بتعرف نحنا بلبنان ككل ما عنا قطاع صناعة أو قطاع زراعة أو يقدر يشئل الاقتصاد المحلي وراشاية منطقة كتير حلوة وفيها غنى كفاية ان تكون مقصد سياحي ولكن ما فيها البنية التحدي إذا بدك فاليوم من هذا المنطلق نحنا نحضر لمشاريع إنمائية تقدر تكون بنية ماكنة صلبة لنطلع عليها بسياحة مستدامة بالمنطقة الله يعطيكنا شكرا دكتور ميشيل كنت عم تحكي عن دقائسة الجمهورية اليوم أنا كشاب لبناني أنا شو بهمني إذا كان رئيس رئيس الجمهورية مارونة أو درزة أو شيعة أو أصلا بلدين أنا بهمني إنكم عم يشتغل اليوم أنتو كنواب تغيير كنت متوقع منكم ما ترشحوا أسماء أسماء رئيس جمهورية ورئاسة مجلس النواب قبل وفقا للضائف هيدا هي أعراف مش بالدستور مش قادرين كأنتفاضة 17-20 أو كنواب تغيير إنكم تغيروا هيدا الأعراف هيدا سؤال كتير مهمة بلال وبي رأيي مظبوط إنه بالدستور لبناني مش مسكور هالشي بلالي عارف بس نحن حسينا بلاحظة ما إنه إذا بدأ نخطي هالخطوة بزرف أوشي نحن أقلية بالمجلس والطوايف إذا جاز التعبير عم تغلي غلي ممكن نفتح لنا فتوح بالسياسة ما يكون هلأ وقته مش إنهيك ما رحنا فيه على آخر بس ولكن نحن عم نقول بالمبادرة نحن نحكي موضوع الرئيسي إنه بدنا الرئيس كمان يستكمل المادة 95 اللي بتحكي عن إنشاء هيئة لإلغاء الطائقية السياسية وهذا الشيء إذا صار هيده كلها بتتحلحل هيده الإموز كيف هو بدأ يكون لأنه هو أصلا طائق إزاي على مش إنهيك نحن المواصفات تبعنا بالمبادرة بلا نعم نقول إنه بدنا حدا بيقدر إذا قعد على الطاولة يحكي من يدي 95 الناس تقبضوا جد مش إنهيك ما بدنا حدا من هالإصطفاف وهذا الإصطفاف لأنه عارفين إنه نفسهم بالسياسية وهذا حقهم يصطفوا فيه فكرة الجماعات نحن بعضنا عم نحكي نحن أفراد مواطنين بتجمعنا إنه إحنا لبنانيين عم نحقوق وعننا واجبيت بهالمعنى إذا تم استكمال بدنا 95 يتمن نتمن نحنا كأفراد في مجل الشيوخ حاكي عنه طائب تتمن في الجماعات ساعة هذا البلد ممكن يتطور بس لنوصل لهون حسين أنه هذه خطة من هالنوع ممكن تفتح نافذة للأقوياء في هذا البلد يأخذون على محل فهذا الشيء تحكيه تحسوش كأعطى خيبة أمل للشابات لأنه قبل الثورة كل الخطابات كنتم عم تعملوها لا الغاء الطائفية السياسية ولا دولة مدنية وهو وهو فهذا الشيء هم يعني لك بلحظة ما وأنا بفهمك ومعك حق بس بلحظة ما النضوج السياسي مجبول مع الواقعية السياسية والمشهد السياسي بالبلد والمجلس تضطر تأخذ قرارات بالسياسي من النوع أنه تهدي اللعب مرحليا لأنه المتقل على محل يعني الشغل داخل المجلس ليس مثله ليس مثل خارجة قبل وهنا أكد أحكي فيها مع جوزاف ومع سالي أنه الانتقال يكون ناشط سياسي وثورة على الطرقات يكون نائب البرلمة وانتقال كبير ومنه سهل ومجزة الأدبيات ومجزة السلوكيات بعرف ناس عم تلقوا منها كنورة تغيرين نحرق دولية بجوية المجلس بتصور عنه قول ناش ما بنخبطهم كلهم بفهمش شي كتير مني بتحس بتحس شي مرة هيك بحس أنه بحس كتير شو عم بعمل هل الحماس طبعا طبعا هل الخصوم بالكل معنى الكلمة هؤلاء الناس دمروا البلد وصاروا أمول الناس وهؤلاء الناس مسببين لأكبر انفجار بتارت أكبر انفجار بتاريخ البشرية وفي ثلاثة مطلوبين للعدالة بالمجلس نحن عم نقعد مع الناس بس في ناس حطتنا هؤلاء نتحمل مسئولية وبالتالي رغم الخصومة الشرسة رغم أنه ما منسلم عليهم رغم 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 بس ولكن بلحظة ما ما حفظ يكون أنه نيب ومش أنه ناشد سيسوي وهذه الترانزيشن ما كانت سهلة على أحد عفكرة سهلة من خلال مراقبتك لأداء النواب اليوم أي نواب تغيير نواب تغيير أكيد أكيد نواب تغيير هل ممكن أنا بعد ثلاثين سنة اسمع أولادي عم يهدفوا بالشارع نفس الهتافية اللي أنا بحكيه اليوم الشعب يريد إسقاط السلطة هل ممكن هني يكونوا من السلطة الفاستة أوي وممكن نصير من السلطة الفاستة لأكيد الضغوطات عليهم كثير المغريات كثير يمكن أن ينبلعوا بقلب هالمشهد والواقع اللي عايشين فيه كبير بس من شنهاك منقول نحن 17-20 هو عمل تراكمة تراكمة وبده وقت وأول اختبار كان بهيدا الانتخابات النيابية فبعد أربع سنين فيه انتخابات نيابية ثانية فمنشان هيك الشغل من هلأ لوقتها بده يستمر مش أنه عطل اللعنة 13 نياب وهي هي وقصد بالعكس يعني وفيه واقع ومشهد سياسي اليوم في لبنين انت بطار تتعامل معه عم تتعامل مع مافيات مع وكر المنظومة متجذرة فالتغيير بده وقت وبده نضوج بدك نضوج بهيدا الموضوع وبدك تقدر تتعامل مع الأمور يعني شوي شوي تحلحل شغلة ولا شغلة دكتور مشال مابحب اتكي عنك بالمناطقية وبالتواقف لكن مضطرين للأسف نظرا لالواقع سيئ سليم نحن 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 اليوم النايب هو نائب الأمة من نحن وزار الكتاب التربية من الميدي سبع عشر من دستور يمثل الأمة جمعة طب نحن هذا ليس هم نشوفه أنا اليوم بس عم بشوف أنا كأبن حصبية مثلنا في راس حمدان لياسج رادئ، قاسم هاشم لاي ما بحس انه ميشيل دوهي بمثلة لش ما بتعملوا مبادرات ما بتجيه على حصبية مثلا او ما بتنزل على بيروت ما بتروح على الشوف تعملوا لقاءات تجمع الشباب لحتى نحس عن جد انه انتوا بعدكن مستمرين بهذه الانتفابة غريب شعورك وبفهمه في ذات الوقت انه وشعوري مثل باخل الشباب هكذا ليش بس انا كحصبية طبعا طبعا او نواب او شعب الصبايا بصور او المكانات التانية بس انا عندي شعور معاكس لهالشي انه من طلابي وبان الشباب الصبايا اللي بلتقيهم من كيفية المناطق انه معتبارين التلتعاش بتفاوت طبعا نواب التلتعاش انه بمثلوا هذا المزاج السياسي هلا انا لك انا نائب عن قضاء صغرته بذات الوقت نائب عندي رأس مشمال ثلاثة فيه بشر البتروم الكورة فبالتالي اول رفلكس عندي اياه هو انه طبعا النائب الام اللبنانية لما بحكي بالسياسي لما بشرح بكون عفكر بكل لبناني بس ولكن انا نائب شمالي اذا اجازت تعبير مش بالمعنى المناطق الديق بالمعنى من وين انتو خبت فبالتالي عندي التزامات سياسية واخلاقية وانمائية لهيدي الديرا بس الانتفاضة نائطة لما الكثير من هذه المطالبة طبعا التشريع والكلام بالسياسي اللي عم نحكي اليوم هو تماما كنائب الامة بس في شيء اللي علاقة بهيدي المنطق مثل ما في راس ومثل ما ومثل ما إبراهيم منيني ببيروت التاني وابئن وحليما كعكور بالأبليم وبشوف في شيء محلي مش بالمعنى الديق بمعنى احنا مسؤولين عن هالمناطق انتخبتنا بس نحنا طبعا نتصرف على اساس نحاول على نتصرف على اساس رجال ونساء دولة بالمعنى الكامل نحنا نواب الامة وبالتالي منشرع ونحكي السيسة لخدمة جميع اللبنانيين وهذا مش كلام شعر واللي بيعرفنا بيعرف انه انا ما بحكي الا بهالنفس يعني بلال عم نسمعك بس منحس قداش في غضب قداش في قداش في قهر عند الشباب والصبايا اليوم ومنتمنى انه يصير في شيء احسن بالمستقبل ونحكي مع فراس نعمل نعمل لقاء براشاية هذه خلاص حصبية حصبية وبراشاية خلاص ماشي دكتور مشايل الدويهة نائب الامة بدنا نشكرك لانك كنت موجود معنا دكتورة سالي بدنا نشكرك على شغلك اللي مكملة فيه وبدنا نشكرك لانك كنت ضيفتنا اليوم ومعكم بالاخر بدنا نسأل سؤال شو عملت 17-20 عملت اشياء كثيرة واهمة انه اليوم كان معنا بستوديو دكتورة ودكتور دكتور صار بمجلس النيابة مش عم نستقبل ميليشيويين قدمين او ناس من احزاب او زعراء من الحرب الاهلية هن صاروا نواب الامة لا صار في عنا بكاترة شو عملت 17-20 صارت انه في دكتورة ترشحت ما ربحت ما عملت مؤتمرات وحطت الحق عم يدريمين لا كملت شغلة بعزم اكتر شو عملت 17-20 انه في دكتور ترشح وربح بس بيشتغل تياكل يعني بيعرف قديش حق ربطة الخبز وكيلو البنادورة لانه برو عند الخدرجة وعند الفرران تيجيب اكل لأولاده يعني عايش متل الناس يعني بيعرف شو يعني واجع الناس وبالنهاية شي كتير شخصي رح قولو شو عملت 17-20 كسرت احقاد عمره مية وميتان سنة لانه انا جوزاف طو ابن بشري نائبي هو ميشالة دويهة ابن صغرطة وبين بشري وصغرطة فهكم كفاية شو كان يصير بس بطل يصير وهيدي 17-20 لا اشتركوا في القناة ثقابة مية ومية جلم VR